قبل ما نروح للتعديلات اللي احنا بنطالب بيها وكل الزوجات اللي هي جوازتها توفوا اللي عايشة في المشاكل في سؤال عجبني ومهم اتبعت لنا فضل دلوقتي الوصاية الوصاية معها في ايد الجد لا في العم لا تبخدوا فلوس عيالي دول اكلوا حق اليتيم ده ده راح اغير ده غير عربيته ده راح عمل مشروع ده راح عمل كذا يجي بقى انا كزوج خلاص جوزي مات وانا في نفس الوضع انا غنية يعني انا زوجة غنية معايا فلوسي معايا بيتي عربيتي عندي ورثي مثلا او عندي فلوسي من اهلي هل يحق للجد ده او العم انه يطعن يقول الام دي مش محتاجة فلوس عيالها الام دي مش محتاجة نديها فلوس لان الست دي غنية وبيثبتوا يجيب لك ممتلكاتك بقى املاكك يعني شاقتك عربيتك فيلتك هل ده بيحصل لا طبعا ليه بقى عشان انت مش مكلفة بالانفاق اصلا من بابه كده انت مش مكلفة بالانفاق المكلف بالانفاق الاب ثم العصب لكن الام ولو موسيرة القانون بيقول كده ولو موسيرة فانت اصلا مش مكلفة بالانفاق لكن برضو ممكن حضرتك تروح ترفع لابنك مثلا مصاريف دراسية خلاص وانت معاك الولاية التعليمية اذا انت من حقك انت يتحددي المصاري التعليمي لابنك يجي الجدي يقول والله انا مش قادرة ادفع للمحكمة تقوم حكمة بايه؟ بايه؟ النص والنص مثلا الرابع والتلت تربع مثلا لان هو غير قادر هو هيقول ان انا غير قادر او فعلا هو غير قادر تمام؟ مثلا بس لو هو فلوس جوز كتير يعني عنده فلوس كتير انا برضو ادفع عشان انا قادر هم ياخدوا فلوس الراجع لا طبعا هو قادر في الحالة دي ما هو ده بقى اللي بنتكلم فيه انه هل هو قادر هنا بنتكلم في اليساط طب لو انا دفعت وقلت عدي الامور عشان ولادي ما يزعلوش فهل المحكمة تردلي الفلوس اللي انا دفعتها؟ طبعا مدام فيه مال مدام فيه مال من اتردلك من المال ده ومدام كله على مصلحة الاولاد وهل المجلس الحزبي انا قلتها صح؟ حزبي المجلس الحزبي صح هل بيديني مثلا لو انا عايزة مصيف لولادي عايزة اسفارهم في الصيف هل فيه مصيف هل فيه كسوة شتوي كسوة صيفي هل فيه فلوس دا كترة يعني قصد تفاصيل التفاصيل الحياة اليومية من حق اخدها كلها؟ فيه كل النفقات شريطة اثبتها وانا هزبت ازاي بقى مصيف هتي بقى صال بقى؟ طب مصيف دا اثبتوا ازاي؟ اه بالزفت اكلتهم زلابية اكلتهم فتين اثبتوا ازاي انا بقى المصيف دا هي شريطة الاثبات وبالتالي بيكون فيه صعوبة صعوبة؟ وده اللي انت بقى اتكلمتي فيه امام اللي هو التعقدات فاهم ازاي؟ فيه صعوبة فعلا انا اثبت كل دا يعني اعمل دا ازاي واثبت ازاي ان انا كل دوت على ولادي وانا ابوهم كان بيعمل كده ولازم مقللهمش من المصادة وان فيه فلوس بالفعل يعني انا مش بفترض يعني اتخيل ولادي بعايشين عيشة كريمة وابوهم عايش وابوهم معها فلوس اول ما ابوهم يموت ينزلوا من مستوى للارض عشان يعني انا بشوف حالات مرعبة تيجي الام تقولهم انا عايز اخدهم مصيف لا يصيفوا ليه؟ ليه ما يصيف مفيش فلوس للمصيف وليه التناكة يعني؟ ليه لازمتها الفاشخارة يعني؟ طب ايه طب ما الراجل ابوهم كان بيخلي وديهم يصفرهم مش بسهم الحق ولادي ان هم يشموا الها في السيف زيهم زي الولاد اللي في سنوهم بالزبط لو انا عايز انا نشيهم تنشئة سليمة ومش عايز احساس ان فيه حرمان مش كيفان هم فقدوا ابوهم بالزبط يعني كمان يتحرموا من حاجات هو كان بيوفرها لهم في النهاية هي بسيطة وعلى فكرة مقابل حضن الاب تعارف يا مها؟ دي اكتر حاجة بتتعب نفسية الست طبعا مش الفلوس بس صحيح لا ان هي تشوف في عيالها الحزن قتلهم مكسورة مكسورة صحيح الحتة النفسية دي قد ايه الام بتوها في قصادها عجزة يعني يعني عايزة تقطع نفسها عشان تشوف لدها مبسوطين وصعدة صحيح عشان متحسسهمش باي فرق يعني اعنا لو شفنا في المسلسل مونة زكي بتلعب مع الولد كورة وهي ست وتعبانة وحزينة وحالتها حالة وشقيانة بساي بتقسارة وتيجي تلعب معا كورة عشان نفسيك بتسمع معا مهرجانات عشان هو بيحباق هي فكرة ما هي دي الام يا مان بزاق الحفاظ على كل التفاصيل المتعلقة بالطفل يعني حتى في اخر يوم وهي في القفص في المحاكمة ما مكلمتش في اي حاجة الا البنت لو تعبت المفروض تاخد دكراوية الولد لازم لنوام له لمبة عشان ما يتخدش عشان يعرف يناب ففي الاخر هي تفاصيل التفاصيل الدقيقة اللي هي علاقة بالام في الحقيقة هي بتتعذب كل العذاب عشان تقدر تثبت ذلك امام نيابة الحزبية احنا بقى دلوقتي عايزين كستات وكأمهات بننادي النداء بالتعديل القانون بتعديل القانون بما يناسب راحة اولادنا اولادنا اللي هم الجيل المستقبل اللي جاي زي ما بنقول كده زي ما بنهتم بولاد الشوارع وكل المشاكل اللي عندنا والعشوائيات اللي سيادة الرئيس قضى يعني ممكن كل المشاكل اللي كان بتأثر على المستقبل اللي جاي سيادة الرئيس يعني بصراحة لا يكل ولا يمل هنا هنا العشوائيات هنا الشباب هنا ادي مشاريع هنا التكافل وكرامة هنا حياة كريمة هنا كروض مستورة هنا يعني بصراحة كل المؤسسات وكل الوزارات ماشي ورا رئيس نعمل ايه عشان نخلي العيلة الأسرة المصرية بخير وهدية بدون مشاكل ايه التعديلات يا مهة اللي احنا يعني يسمعوا صوتنا اللي لازم تتعامل بقى في الوقت ده طيب خيرا نقول ان احنا عايزين زي ما قلت يا امامن شوية مستقبالنا يكون احسن وانه مستقبالنا هو في ولادنا يعني ما فيه ما عندناش بودت فاهمة اللي هيشيلوا البلد دي على كتفهم فازا عايزين ده لازم ولادنا يتنشئوا تنشئة اجتماعية ونفسية سليمة طيب ايه الضمانات اللي ممكن نعمله عشان ده اولا من بابه كده الولاية حقي احنا كنا عملنا من فترة هاشتاج اسم الولاية حقي وشوفنا عليه مهازل ومقاسي الولاد كان عندهم مشاكل في الصغر بسبب ان الام معندهاش فكرة انها تقدر تدير شؤون اولادها بشكل كامل وتعذبه ازاي تمام ولاد بلغ سنهم عشرين وواحد وعشرين بقوا مكبال النهاردة فهو ده اللي احنا عايزين نتصدله من البداية كده انه انا وزوجي احنا شرقاء الحياة احنا الاتنين واحدة بناء المجتمع فيما تعلق بالأسرة المصرية طيب يبقى الولاية حقي رقم واحد الولاية حقي يعني ايه الولاية حقي احنا مش معناه ان انا اخدها من الاب لا احنا شركة طيب بس احنا بنتكلم شركة من البداية ايوا بالزبط الاب بتوفى الزوج توفى يبقى خلاص اوتوماتيك القانون يخليها بتاعتها الله ينوراني من غير خناء الله ينوراني من غير جاري علم حاكم بالزبط ده طلقائيا كده انه يبقى الولاية حقي وانا اولى بولادي وانا لا استطيع ان انا قدير تاني حاجة انا بضم صوت لصوتك ان هي تكتب في وثقة الزواج زي ما بنكتب كده وبقينا شطار في الشروط اللي بتكتب في اسمت الجواز الجديدة اللي هو من حق اسافر ومن حق اشتغل وما يفعش اقول لي ما تشتغليش وما يفعش معرفش ايه وما يفعش ايه لازم تكتب ان الوصايا في اي حالة لا سامح الله وفاء او مشاكل او طلاق او او الوصايا تخصين من حق الام بالزبط كده انا معاكي في ده تماما المقاط التقاضي بقى اللي كلمنا فيه من شوية مدة المحاكل اه دي مهمة جدا مهمة قوي ان احنا كمان نحط ده في وثقة واحدة برضه يعني يبقى ملف واحد يعني انا اخشي كام المحكمة افتحوا لي ملف واحد مش كل اجراء اجيلكوا اعملوا في جهة كمان بالزبط انا ربي واكل واعلم وغيل ونايم واجرف المحاكل واللي هاجر على المحاكل يعني ده برضو حاجة تانية مهمة جدا بتتعب النفسي على فكرة فيه امهات كتير بجد القانون اكبرها يعني مش هو السبب بس بسبب الصغرات دي او كسل المدة والحاجات المشاكل كلها بنتكلم فيها دي اكبرها انها ترم عيالها طب خدوا العيال يلا اكلوهم بقى ما تشربهمش انا هتجوز وعيش حياتي انتوا قرفتوني ما هي الست بتبقى عليها لود ما هي بتربي وتعبانة في تربية وشقة ويكوا بقى هم يعودوا حطوا رجل على رجل كده اه وعملت ايه لا لا ايه انتوا تقرفوني ليه خدوا عيالكم وطبعا بعد ما بياخدوا عيالهم وفي حد بيربي زي الام لا طبعا استحالة طبعا لا اوعى وتفتكروا ان كل دلوقتي جد ولا كل عم ولا كل واحد مع الوصاية اوعى تفتكروا ان الولاد عمرهم ما هيرتاحوا غير في حدن امهم طبعا بس فيعني هتعملونهم ايه في الاخر هم هيرموهم ام كمان لا فيه جد سنه كبير ولا جد هيعرفوا يربوا ولا يعرفوا يجروا في مشاكل الولاد ولا المدارس ولا يعرفوا يهتموا بالتفاصيل هي الفكرة فين ان الستة تستطيع ان هي تدير ملفات جانب بعض تمسي كل التفاصيل تقدر ان هي يعني تصل على راحة الولاد وتعلمهم وتأكلهم وتربية كل التفاصيل هي حتة منها وربنا بديها القدرة دي بالزبط ان هي تستطيع ان هي تركز في اكتر ملف في وقت واحد وبعد ما يقرفوها بعد ما يقرفوها عشان بص انتي عارفاني بحب اتكلم على ارض الواقع طبعا بعد ما يقرفوها وتضطر الستة دي ترملهم العيال وشوفوا بقى انتو عايزين تعملوا انتو قرفتوني وتعبتوني بقى ليه سنتين ترى تراحة جاي على المحاكم تروح ستة تتجوز وبعد كيه بعد ما تتجوز يروحوا يسخنوا العيال عليها وشوف تمك تجوزت ازاي شوف تمك سابتكم رميكم راح تتجوزت ازاي طب منتو عايزينها تعمل ايه تموت نفسها عارفة جوحة خدوا الحمار في ايدو لا ركبها الحمار جوحة ايه ايه يعني ستة تعمل ايه عقاب ده ولا جواز ولا ايه صحيح صحيح كلمة اخيرة اتمنى اتمنى من مجلس النواب رجاءا احنا عندنا قانون غارس في لحمنا قانون الاحوال الشخصية بكل التفاصيل المتعلقة بيه وايضا قانون الولاية على النفس والولاية على المال كل دي تفاصيل كل ما يتعلق بالأسرة المصرية ارجوكم احنا بقى انا كام سنة بنتكلم في ده يعني عايزين بجد نتنفس عايزين نحس انه خلاص مجلس النواب اضع ايده على الجرح وشغل عليه